بالتأكيد وعجبني النهاردة جدا كابتن سامي أمصان طبعا ألف سلامة على بيتسو موسيماني ما زالت المسحة مستمرة بشكل إيجابي وده بيضيف صعوبة للمهمة ولكن كلنا ثقة في الجهاز الفني والكابتن سامي أمصان اللي النهاردة في المؤتمر الصحفي قال برغم الظروف احنا دائما بنسعى إلى الفوز حتى الكابتن رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي قال أنا وجهت منترية مرتين بالتأكيد المرة الأخيرة كانت النتيجة سقيلة جدا ولكن النتيجة دي بالنسبة لنا ممكن تكون دافع زي ما حصل آخر موسمين النادي الأهلي كان أي فريق تعرض لهذا أقصاده كان بيقدر يرد في الملعب نتمنى رغم الظروف الصعبة يكون في رد في الملعب ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي بس عكس أمنية البتج الرسمي للكاف اللي بيتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مهمة أعتقد كانوا هم المفترض أيضا ومسؤول الكاف كانوا المفترض يكونوا سابقين النادي الأهلي في المهمة دي من أجل تعرض المعيد لكن مش ده هيكون موضوعنا إن شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي طبعا النهاردة اللاعبين كلهم كانوا بيدعموا زميلهم طبعا عمار حمدي الإصابة صعبة جدا حتى أفشا كتب على الإنست دعم كبير جدا لعمار حمدي كل الأمنيات بالسلامة لعمار حمدي والأكرم توفيق أعمار خاص هيعمل عملية مع نفس الطبيب اللي عمل العملية لأكرم توفيق ودي طبعا يعني ستوري أفشا بيقوله واثق فيك أخويا إن شاء الله ترجع أحسن من الأول منتظرينك بقوة إن شاء الله يا حبيبي كمان عمر السلية من شوية صغيرين جدا كان برضو دور مهم جدا إن هو يكتب للفريق إن هو بيتمنى إن الفريق يكون موفق وإن هو يسق في اللعبة يمكن ده اللاعب الزكي اللي كمان مهمته الكبيرة مع منتخب مصر يا أسامة بيحسس اللاعبين إن هو مش منفصل عنها أبدا وإن هو جزء منها وده مهم عمر السلية قائد داخل وخارج الملعب زي ما تعودنا ترجمة نانسي قنقر